السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم بكحر مع هداية وفيداء اليوم هنشوفه درس من درس التربية الإسلامية وهو درس حق الله الاعتزاز بالإسلام لنتعرف بداية على مفهوم الاعتزاز بالإسلام العزة لغة هي خلاف الزل وهو في الأصل القوة والشدة والغلبة والرفع والامتناء ومعنى الاعتزاز بالإسلام أنه شعور الإنسان المسلم بالفخر لانتسابه لله تعالى ودينه وأنبيائه ورسله وملائكته وإحساسه بأن هذا الانتماء لدين الإسلام أكبر من أي انتماء دنيوي آخر فيرتقي المسلم بنفسه عن مواضع المهانة ويحافظ على دينه وعرضه وكرامته ويمنع عن نفسه الذل والهوان للإسلام عدة مظاهر تتجلى كما يلي أولا الاعتزاز بالله تعالى فلله العزة جميعها وتتجلى هنا العزة بيقينه بأن عزة الله تعالى هي مصدر عزة المؤمن وقوته ونصره وأن الالتزام بما أمر الله لا يرث إلا فخرا وعزا من الله تعالى ثانيا الاعتزاز باعتناق الدين الإسلامي فتنبع هنا العزة من اليقين بأن الإسلام دين عزة وقوة فحال المسلم في اعتزازه بدينه كحال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله فلا اعتزاز إلا بالإسلام ولا انتماء إلا للإسلام ثالثا الاعتزاز برسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسلم يعتز بكونه فردا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه ويفاخر به إذا ذكر القادة والمصلحون العظماء يرج شفاعته ويتمنى لقاءه ويسأل الله أن يوفقه للسير على نهجه وإحياء سنته وأخيرا إظهار العزة على الكافرين والذلة وخفض الجناح للمؤمنين وهذه من أعدم صور العزة ومظاهرها أن يظهر المؤمن قوة هذا الدين وعزته وعلوه قال الله عز وجل في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هناك نماذج مشرفة للاعتزاز بالإسلام في الماضي والحاضر نذكر على سبيل المثال بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد الأسود عذبه سيده لكي يترك دين الله ويتخلى عنه لكن بلال قاوم ورفض الشرك معتزا بإسلامه رغم التعذيب وأيضا ربعي بن عامر رضي الله عنه الذي دخل على قائد جيش الفرس رستوم مبلغا إياه هدف مجيء المسلمين وجهادهم ومخلصا رسالة الإسلام في تحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ونجد أيضا صلاح الدين الأيوبي جامع شتات المسلمين في عصره ومحرر المسجد الأقصى وغيرهم كثير شكرا على المتابعة أي استفسار أو سؤال خليوا هنا في التعاليق وبالتوفق إن شاء الله